المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيش مرغا في كاركوك أطفال أفغان يزج بهم الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا والشرطة الأمريكية تعثر على ترسانة أسلحة في منزل جزار لاس فيغاس أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق إذ أفاد مصدر أمني عراقي بأن المئات من أفراد داعش ألفارين من معارك تحرير قضاء الحويجة سلموا أنفسهم مع أسرهم إلى قوات البيش مرغا في محاور انتشارها قرب مدينة كاركوك شمالي بغداد وأضاف المسؤول أن أسر من سلموا أنفسهم جرى التحفظ عليهم وتدقيق هوياتهم وتقديم المساعدات الغذائية لهم بينما تم نقل أفراد من داعش لمواقع أخرى للتحقيق معهم وهم رهنوا الاعتقال حاليا من بين القصص المأساوية التي عاشتها أسر مقاتلي داعش بسبب انتماء ذويها لهذا التنظيم الإرهابي قصة أم عمر التي تنقلت مع ابنها في الموصل قبل قتله خلال ما عرف عنها معركة الساعات الأخيرة في المدينة القديمة موفد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحبابي والتفاصيل بهذه الكلمات عبرت السيدة الموصلية أم عمر عن المأساة التي تسبب بها انتماء ابنها إلى داعش على مدى ثلاث سنوات مهما كانت الظروف المأساوية التي شهدتها هذه السيدة لكنها عاشت معاناة كبيرة فأم عمر خسرت ابنها المكنة أبو محمود مرتين الأولى عندما انتماء إلى تنظيم إرهابي لم يرتضي الانشقاق عنه حتى ساعة سقوطه والثانية بمقتله في آخر مرحلة من عمليات تحرير الموصل أم عمر التي تسكن في مخيم مخصصا لعائلات داعش ضمن مركز الجدعى جنوبي الموصل لم تكن تتوقع أبدا أن ابنها الملقب أبو محمود سيخالفها يوما حيث أن قناعته بانتمائه لداعش جعلته لا يكترث حتى لحياتها وعند تهديد أمه إياه بأنها ستقتل نفسها إذا لم يترك هذا التنظيم صعقتها إجابته أبو محمود المقاتل في داعش وبناء على شهادة والدته كان حتى قبل وصول القوات العراقية إلى الموصل القديمة حيث بقي مع أمه وعائلته كان أحد المسؤولين عن تسليم الرواتب لمقاتلي التنظيم وإداريه قبل أن يقتل مع عدد من مسؤولي داعش إثر قصف جوي استهدف مواقعهم في حي الميدان ضمن المدينة القديمة نحو مئتين عائلات داعش يحتضنها هذا المخيم بعد أن سلم ذوها أنفسهم إلى القوات العراقية حيث خرجوا من حي الميدان في إثر انتهاء معاركة الساعات الأخيرة من عمليات تحرير الموصل القديمة هذه العائلات التي تركها مقاتل داعش بانتظار تسوية أوضاعها القانونية من قبل الحكومة العراقية وباتت اليوم تلوم ذويها المقاتلين معتقلين أم قتلى كونها لا تعرف مصيرها أو أنها فعلا بلا مصير من مخيم الجدعة جنوبي الموصل حسام الأحبابي أخبار الآن أعلنت القوات العراقية المشتركة تحريرها كامل ناحية الرشاد الواقع جنوب محافظة كاركوك من احتلال داعش مؤكدة أنها تجري حاليا عمليات تفتيش وتطهير لشوارع المدينة مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل مع تضييق الخناق على مقاتلي داعش في محط الحويجة آخر مناطق احتلالهم في شمال العراق بدأ هؤلاء المقاتلون بترك أسلحتهم منهزمين دون قتال أمام تقدم القوات العراقية بعد أن أيقنوا أن تنظيمهم مهزوم أكيد العدو من بداية العمليات ما القادمون يا حويجة بداية عمليات الشرقات أيسر الشرقات عدو بدأ ينسحب ويندحر مع عدل عجلات المفخخة أو الانتحارين أو مفارس تعويق وإلا إن شاء الله صفحة داعش انطوت بهذه الأيام والأيام القليلة إن شاء الله يرفع العالم العراقية على قضاء الحويجة عدد من القرى إلى الغرب من الحويجة تركها مقاتل داعش قبل أن تصل القوات العراقية المشتركة إليها تاركين أسلحتهم وسياراتهم المفخخة قوات الرد السريع العراقية من جانبها تمكنت أيضا من مباغتة مقاتل داعش عبر تقدمها السريع مما ساهم في انهيارهم وتركهم لهذه القرى والاتجاه شرقا إلى الحويجة مثل ما شوفوا قضاءات فرقة الرد السريع حاليا أمتار وتدخل قرية غير محررة تشالوا سيطرة عليها تنظيم داعش الإرهابي وحاليا نتوجيه المعنى وبالتعاون مع أعلام قيادة فرقة الرد السريع توجه المعلومات للمواطنين بين القوات الأمنية جاء تحررهم وتنظيم داعش الإرهابي وتخلصهم من شرة والحمد لله وشكروا مثل ما شفتوا رفعوا الرايات الأعلام العراقية والرايات البيض بحسب معلومات القوات العراقية أن مقاتل داعش انسحب أغلبهم باتجاه مركز الحويجة هاربا من المعارك حيث جاهزون لمعركتهم الأخيرة في هذه المدينة بعد أن حاصرتهم القوات العراقية في مساحة لا تزيد عن 15 كيلو مترا مربعا نشرت منظمة هيومن رايس فوش تقريرا يكشف أن الحرس الثوري الإيراني قد جند أطفال أفغان يعيشون في إيران للقتال في سوريا تفاصيل التقرير مشاهدين الذي نشرته هيومن رايس فوش نتابعه في التقرير التالي أطفال أفغان فروا من ويلات الحروب ليجدوا أنفسهم مقاتلين منظمين على أرض ليست أرضهم مقابل منحهم أبسط حقوق العيش الحرس الثوري يجند الأطفال الأفغان أصبح واقعا تدعمه الشهود على الأرض والتقارير الدولية التي كان آخرها تقرير لمنظمة هيومن رايس فوش بعنوان تجنيد أطفال أفغان للقتال في سوريا تقرير هيومن رايس فوش استند إلى صور شواهد في المقابر الإيرانية إذ تعرفت من خلالها المنظمة الأممية على ثمانية أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا إذ تم التعرف على خمسة منهم دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة بحشة الزهراء في طهران واحد منهم لا يتجوز عمره الأربعة عشر عاما شواهد القبور لم تكن وحدها الدليل على تجنيد الأطفال للقتال في سوريا بل اعتمدت المنظمة الأممية على تقارير لوسائل إعلام إيرانية عرضت على الأقل ست حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا وأكد ذويهم ذلك بالقول إن أبنائهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى لواء فاطميون وهذا ما تراه هيومن رايس ووش مؤشرا على أن تكون هناك حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشارا المنظمة الأممية أيضا استمعت لشهادات مقاتلين أفغان في سوريا إذ أكد بعضهم أنهم رأوا أطفالا في المعسكرات التي كانوا يتدربون فيها فيما أكد آخرون أنه عند عملية التجنيد لا يطلب من المقاتل أي وثيقة رسمية تثبت عمره الحرس الثوري الذي دأب على دعم الميليشيات الطائفية للقتال في سوريا والعراق وغيرها من الدول لا يزال يزج بمئات الأفغان الذين أتوا إلى إيران طلبا للجوء فأغرتهم قوات الباسيج للقتال إلى صفوف الحرس الثوري مقابل منحهم إقامات في إيران إذا حدث وعادوا من مناطق النزاع قال عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات القاضي خالد شهاب الدين خلال لقاء مع أخبار الآن قال إن هناك بطاقات شخصية توثق قيام النظام السوري بتجنيد الأطفال بالإكراه وليس طوعا وهذا العمل يعد خرقا قانونيا هناك بطاقات شخصية وهناك صور تدلل على وجود الأطفال ووجود الأفغان وبضغط إيراني وليس تطوعا يعني أما أن تذهب إلى القتال في سوريا وأما أن ترحل أو تقتل أو تدخل السجن فكانوا يأتون بالأطفال وأغرائهم بأنهم حتى لو متتم أو قتلتم سنقوم بمنح تسهيلات قانونية لزويكم الحقيقة هذه جريمة حرب بامتياز كما وضحت منظمة Human Rights Watch نصت عليها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة تحديدا 26 على باء تجنيد الأطفال سواء تجنيدهم أو زجهم في عمليات حربية فعلية ويعتبر جريمة حرب وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما الطرق مفتوحة أمام إيران بطبيعة الحال يعني إيران الآن تحتل سوريا وليست بحاجة لموافقة النظام والنظام يبصم بالعشرة على قدوم هؤلاء الأطفال وسيما أن النظام السوري له سوابق في تجنيد الأطفال يعني حقيقة أنا شخصيا وسقت طفل من دير الزور بشهر الأول 2013 في منطقة حارم وعادناه إلى ذويه قام بتجنيده بحجة أن شخيقه خلف توفي وبالتالي أنت تذهب عوضا عنه كونكم لم تقوم بتوثيق وفاته في النفوس أيضا هو يجند ذوي العاهات العقلية يعني أتى بشخص أيضا موسق لدينا من حماة وتم إعادته إلى ذويه وكان يعني مجند آنزاك أنا أؤكد يعني الفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الأطفال يغنون وهم يرتدون الزي وأنهم قادمون لتحرير سوريا والعراق والهدف الأبعاد هو القدس هذه تعتبر دليل ودليل جزائي أيضا هناك وثائق من بطاقات شخصية إلى وثائق مكتوبة كتابية وصور لدى بعض فصائل الجيش الحر الجناح المدني لديهم هناك توثيقات تثبت ذلك أيضا النظام لدينا عليه توثيقات أنه جند الكثير من الأطفال سواء بالصور سواء ببعض الوثائق سواء باستجواب بعض الأطفال الذين تم أسرهم من جيش النظام هذا موجود لدينا أحييكم من جديد دانت المملكة العربية السعودية حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية مقدمة العزاء للإدارة والشعب الأمريكي ولكل من تأثر بهذا الهجوم البشع وعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن أسفه لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية مجددا التأكيد على موقف السعودية المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب هذا وأعلنت شرطة لاس فيغاس أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل تسعة وخمسين شخصا وأصاب خمسمائة وسبعة وعشرين آخرين بجروح ثم انتحر داعش مهتز بسبب مناظرة التكفير المحتدمة بينما داعش يهلك في أرض معركه في سوريا والعراق فهو متورط في انقسام أيديولوجيا متشاعب يمكن أن يترتب عليه عواقب واسعة النطاق في عالم المتطرفين العنيف هذه المعركة بشأن التكفير هي ركيزة أساسية لداعش والمنظمات المتطرفة الأخرى الحرب الأيديولوجية في داخل داعش وصلت إلى مستوى خطير جدا بحيث أن لجنة المفوضة القوية تبدو كأنها تحاول عكس قرارها الأصلي بشأن توصيع نطاق استخدام التكفير أهمية التكفير الخلاف التكفيري ضمن دائرة الجهاد لا يتعلق بالأيديولوجيا فقط فهم يستعملون هذا المفهوم ليقرروا من الذي يمكن قتله المنظمات الجهادية أيضا تحاول أن تكون متسقة ذاتيا في المنطق الخاص بها لأنها تريد أن تكون لها القدرة على إقناع أفرادها ومؤيديها والمنضمين الجدد لها على سبيل المثال تنظيم القاعدة يكفر أشخاصا بشكل فردي فقط ولأسبابه الخاصة ولا يتهم شعوبا وأمما كاملا بالكفر يقول داعش بأن موقف القاعدة من التكفير لين وبأنها تدعي بأن لديها موقف وسطي بشأن هذه القضية ولا تأخذ هذا الموضوع بعيدا أو بشكل عميق مثل باقي التفسيرات المتشددة حتى الآن على الأقل على سبيل المثال معظم المتشددين يقولون بأنه حتى لو لم يقع الشخص في الكفر ولكنه لا يندد أو يستنكر الكفار فينبغي أن يكون هذا الشخص هدفا للتكفير أيضا ويقولون إذا أصبحت الأمة في دار حرب يمكن أن يتم تطبيق التكفير على المسلمين في هذا المكان المزيد من المتطرفين يسيطرون على هذه المناظرة وفي هذه القضية الخطيرة والمميتة بحث المكتب المركزي للرقابة الشرعية في داعش هذه المسألة قبل أكثر من عام وقرر أن التكفير لا يمكن تطبيقه على أولئك الذين لم يقعوا في الكفر لكن تدخل المكتب المركزي لم يكن كافيا لتهديئة هذا النزاع ولهذا السبب تدخل البغداد بشكل مباشر ويبدو أن المسألة قد أحيلت إلى اللجنة المفوضة والتي كان لها درجات أعلى من السلطة وتأتي بعد البغداد مباشرة في شهر أبريل من هذا العام أصدر البغداد مذكرة إعطاء صلاحيات غير محدودة عمليا لهذه اللجنة لحل هذه القضية وبعد ذلك أصدرت اللجنة مذكرة في شهر مايو تذهب أبعد من ذلك بكثير وفقا لهذه المذكرة فإن التكفير هو عنصر أساسي في أيديولوجيا داعش فهو أكثر أهمية من بعض الالتزامات مثل الصلاة وحتى أنه من الممكن تطبيق مبدأ التكفير على جميع المواطنين في البلدان الإسلامية لم تتوقف اللجنة المفوضة عند ذلك فقد أعلنت عن سحب الكتب المرجعية لداعش بحيث يمكن تكيفها مع الموقف الجديد الأكثر صرامة داعش يريد أيضا أن يستخدم هذه المناظرة لكي ينأى بنفسه عن القاعدة في مقال نشر في العدد الأخير من مجلة النبأ الأسبوعية التابعة لداعش تم تطبيق التكفير على القيادي في القاعدة عطية الليبي الميت حيث تمت الإشارة إليه بإمام الفتنة من الواضح أن داعش يريد إظهار بأنه يستطيع تطبيق التكفير على أسماء الرائدة في تنظيم القاعدة ومع ذلك اعترض مؤيدو وكبار الشرعيين في داعش بشدة على هذا التغيير وتعليقا على النزاع حول التكفير في داعش أكد مفتي القاعدة سابقا محفوظ ولد الوالد أبو حفص الموريتاني أن ما يعاني منه داعش نتيجة خساراته الميدانية أهوا بكثير مما يجري داخل صفوفه من نزاعات وانقسامات خطيرة جدا لا شك أن تنظيم الدولة يعاني من عدة أمور تنظيم الدولة يعاني من تراجعات وانكسارات وانسحابات ميدانية تنظيم الدولة يعاني أيضا من فقد واستنزاف مستمر لبعض أهم قياداته وأقدمها ولكن معاناته في هذه المجالات التي ذكرنا هي أهوا بكثير في الحقيقة من معاناته في مجال لانقسام الفكري والانقسام العقدي والانشطار الإديولوجي والتشضي العقدي الذي يعاني التنظيم الآن يمر بخلافات عميقة ومتجذرة بين قطبين أساسيين فيه الخلافات وصلت مستويات عالية جدا في التنظيم على أعلى المستويات في التنظيم وخطورة هذه الخلافات أن كلا طرفيها لا يراها خلافات جزئية ولا يرا أن الرأي بشأنها صواب يحتمل الخطأ وخطأ يحتمل الصواب وإنما يرا أنها حق وباطل سنة وبدعة من هذا القبيل ولذلك فكل طرف يتدين باستئصال الطرف الآخر وهذا ما ظهر حقيقة من خلال الأشهر الماضية التي عاش فيها التنظيم صراعات فكرية وعقدية عميقة جدا ترتبت عليها تصفيات وملاحقات واعتقالات والسجن وإقالات وغير ذلك حقيقة الخلافات الفكرية والعقدية التي يمر بها التنظيم الآن هي خلافات خطيرة جدا يعني وكبيرة أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير منشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها تقنيات جديدة للحماية الأمنية الاستباقية جاء في تفاصيل الخبر قامت مئة الشركات العالمية خلال أنشطة أسبوع جايتكس للتكنولوجيا بنسخته لعام 2017 بعرض آخر وأحدث ما توصلت إليه من تقنيات وتكنولوجيات متقدمة وكانت الشركة اليابانية العالمية تريند مايكرو أولى شركة تقوم بدمج تقنيات التعلم الآلي عالية الدقة مع تقنيات الحماية ضد أجيال مختلفة من التهديدات الإلكترونية من الصحة اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة البيانة الإماراتية قلة الأحلام تصيب الإنسان بالأمراض ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين لا يحلمون قد يعانون أمراض مختلفة لعل أبرزها الاكتئاب وبحسب الدراسة فإن الأحلام مؤشر على النوم الجيد للإنسان وهو أمر ينعكس إيجابيا على صحته إلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم صدام بين جوجل وأمازون حول يوتيوب تصاعد الخلاف العلني بين شركتي أمازون وجوجل بعد تعطيل الدخول إلى موقع يوتيوب من بعض الأجهزة تابعة لشركة أمازون وفقا لموقع بي بي سي وتوقف عمل موقع يوتيوب على أجهزة إيكو شو التي توزعها شركة أمازون ومن اليوم السابع المصرية مشاهدين فيسبوك يوظف ألف شخص إضافي لمراجعة الإعلانات جاء في تفاصيل الخبر طورت شركة ناشئة تقنية جديدة يمكنها مساعدة اللاعبين على التحكم في ألعاب الواقع الافتراضي من خلال أفكارهم وإشارات العقل من دون الحاجة إلى تحريك أيديهم أو بدل أي مجهود إضافي ويسجل برنامج نيو أبل إمكانات ذات صلة بالحدث وأشارت إشارات أكثر تحديثاً تحدث عندما يستجيب الدماغ للمؤشرات مما يسمح لطريقة التفاعل القائم على النية صحيفة الوئام السعودية مشاهدين نختة منها جولتنا الصحفية الكشف عن تطبيق جديد يعزز مفهوم التنمر الإلكتروني في المدارس أصدرت مؤسسة كومن ساينس ميديا غير الربحية لتقديم المشورة تقريراً حول تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً بين طلاب المدارس وخطورة انخراطهم فيها دون توجيه أو وعي أو إحساس بالمسؤولية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً لا حدود للعلم وكل ما كان من الخيال أصبح اليوم واقعاً تقنية جديدة طورها علماء في جامعات لاكستر لبريطانية تمكنك من تحويل أي شيء لجهاز تحكم التفاصيل في تقرير الزميلة حنان ظاهر تخيل أن تستطيع تغيير قناة التلفزيون الخاصة بك ببساطة عن طريق تحريك فنجان الشاي أو ضبط مستوى الصوت على مشغل الموسيقى عن طريق لعبة سيارة عادية أو التلويح بملعقة لإيقاف الفيديو على جهازك اللوحي أثناء قيامك بالطبخ تقنية جديدة أعلنت عنها جامعة لاكستر البريطانية تمكنك من تحويل أي شيء لجهاز تحكم فالتكنولوجيا الجديدة الإيمائية يمكنها تحويل الأشياء اليومية إلى أجهزة التحكم عن بعد وهو ما قد يحدث ثورة في كيفية تفاعلنا مع أجهزة التلفزيون والشاشات الأخرى مما قد ينسينا همى البحث عن جهاز التحكم بالتلفاز كل مرة في نظامنا نستخدم حركة دائرية والحركة الدائرية يجب تنفيذها لما لا يقل عن نصف دائرة ليتم الكشف عنها وهذا يقوم على افتراض أننا عادة لا نقوم بحركات دائرية في أنشطتنا العادية لتستفيد من هذه التقنية الجديدة أنت فقط تحتاج إلى كاميرا ويب قياسية تدعم ماتش بوينت ويمكن لهذه التقنية الفريدة أن تشكل ثورة في عالم الطب ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فبإيماءات الرأس فقط سيتمكنون من التحكم بعدة أجهزة مما سيجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة العلم يجعل حياتنا أسهل وأسهل ومع هذه التقنية الحديثة ستتدلل أكثر وأكثر فهل ستتحمس الاقتناء واحدة؟ تعد دوال الساقين من الأمراض التي يعاني منها كثير من الأشخاص وهناك علاجات جديدة ومتقدمة في علاج دوال الساقين بأقل تدخل جراحي التفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عمير عبدالله دوال الساقين هو مرض يصيب الجهاز الوريدي القريب من سطح الجلد لأحد الساقين وينشأ عن ذلك من تجمع الدم في الأوردة فتصبح الأوردة كبيرة وملتوية فتظهر الدوال على سطح الجلد وهناك علاجات جراحية حديثة ومتقدمة في علاج الدوال ومن أفضلها حاليا هو الليزر التداخلي وهو علاج يكون بتدخل جراحي أقل يجري تحت التخدير الموضعي وللحديث أكثر عن الليزر التداخلي زرنا أخصاء الأوعية الدموية الدكتور أشكان حقشناس مساء الخير نحن الآن من خارج غرفة العمليات كان معانا دكتور أشكان كان بيعمل عملية دوالي حيكلمنا أكثر ما هي الدوالي وكيفية علاجها مساء الخير يا دكتور مساء النور أكيد كيف نعرف كلنا وتكلمنا كثير أنه مش كل دوالي بيحتاج عمليات جراحية في نسبة قليلة منهم بيحتاج التداخل وأن الوريد بده يتسكر هنا عنا طرق مختلفة لتسكير الأوردة أيام زمان كان عنا السحب والسحب كان عملية شاقة مع تخدير شامل والمريض ما كان فيه تحرك لمدة 24 ساعة وبعدها كان عنده وجع هلا فيه طرق جديدة ممكن نستخدمه فيه عنا الأبواجي الفوق الصوتية والليزر أو حتى فيه صامق طرق مختلفة لعلاج الدوالي لليوم أقوى وأحسن طريقة هي الليزر العلاج بالليزر الداخلي مش على سطح الجلد بده ندخل جوه الوريد هذا بينعمل تخدير موضعي نحقن الوريد بنقطة كيف ما نسحب دم وندخل بوايرض صغير جدا جوه الوريد والقسم اللي بدنا نتعالجه نوقف فيه الليزر ونضرب الليزر الوريد بينكمش ويتسكر هالعملية حسنه أنه ممكن ينعمل تخدير موضعي المريض صاحي ويتكلم وأكتب وعلى طول بعد العملية المريض بيركط اللي هنا عنه كل مرضايا بقول لهم أنه بتدخل وماشي وتطلع وركض في خبرنا الأخير تختبر فيسبوك وسيلة جديدة يمكن للمستخدمين اعتمادها قريبا في استرجاع حساباتهم المقفولة اتعملوا على تطوير خاصية التعرف على الوجوه لتسجيل الدخول في تطبيقها من أجل حماية المستخدمين وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيشماركا في كاركوك أطفال أفغان يزوج بهم الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا والشرطة الأمريكية تعثر على ترسانة أسلحة في منزل جزار بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ناشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بكنا المباشر في ذات الموقع إذن أعوذ وألتقيكم مشاهدين بعد قد من نصف ساعة في مجازد الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة